سينضم إلينا هاتفين الآن الأستاذ أشرف العشري أستاذ أشرف أهلاً وسهلاً مدير طبعاً تحيير جريدة الأهرام أستاذ أشرف أهلاً وسهلاً بك في هذه التقطيع كيف تقيم هذه الزيارة هذه العلاقات التاريخية والمتينة وربما التي اكتسبت زخماً كبيراً خلال المرحلة السابقة بين القاهرة وأبوظبي أستاذ أخير لحضراتك وكل تأكيد زيارة بين مصر والإمارات بين الشيخ محمد بن زايد والأقاعد بشكل رئيس عبدالتاح السيف تصبح في خانة استمرار تشعور والتعاملين للألاقات باعتبار البلدين لديهم خصوصية بلغة الأهمية للألاقات المنصرية الإماراتية تحدث عن الألاقات عمره أكثر من سبعين عاماً تتسم بكثير من الخصوصية وربما تكون الألاقات استثنائية في الإقليم بأجمعه لألاقات المنصرية الإماراتية تتمتع بكثير من الخصوصية لديها درجة كبيرة من الحضور في المشهد العرب والإقليم وحتى على المستوى الدولي تعتبر البلدين لديهم درجة كبيرة من التفاهم والطلاقي وتنسيق المواقف على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليم وعلى المستوى الدولي وهناك في العالم العربي ما يعرف بخصوصية هذه الألاقة نظرا لتطابق كامل في وجهات النظر بين القيرتين والشعبين ودرجة كبيرة من حسن بالفعل التعاون بين البلدين في كثير من القضايا والتحديات التي وجدتها الأمة العربية وحتى فيما يتعلق لتحديات الإقليم على وطار السنوات الماضية تحديدا بعد لا يعرض بصلاة العربية عن العربي وبالتالي هذه الزيارة ان شاءناها أن تساهم بشكل كبير في طعمك العلاقات أن تفتح الأفق نحو تشاور بين الزعيمين لطبيعة المرحلة في إقليم الشركة الأوسط المتغيرات منها قضايا عديدة باللغة الأهمية أعتقد أن هناك بالفعل خطة سريعة عربية نحو عارض سوريا الجماعة العربية وهناك موقف مصري إماراتي موحد بدون تفتح الباب أمام سوريا للعودة الجماعة العربية الموضع في ليبيا أعتقد المصري الإماراتي أعزام الموقفان يتماسلان بدرجة كبيرة من تلحظت الأولى لتطورات الأوضاع في ليبيا حتى على المستوى فيما يتعلق به كذلك الإقليم الأخرى وأيضا تطورات الأوضاع في اليمن فضوء المصالحة السعودية الإيرانية الأخيرة وأيضا الجهود الإماراتية مع السعودية مع سلطنة عمان لفتح عفو الجديد في معالجة الأزمة اليمنية وتخطية المصالحة الكاملة خلال الأسبوع القادمة والإفراج جدا عن أكبر العدد من السجناء بين البلدين أو المنتقلين وكل التأكيد هذه قضايا ملحة وضرورية يعيش عن إقليم حاليا ويرى الجانبان أنها فرصة الإمكانية أن يكون هناك رغبة مصرية إماراتية لتسجيل كثير من التحديات والعقبات أمام فتح عفو الجديد لمسئلة العمل العربي على مستوى السنائي بين البلدين وعلى مستوى العمل العربي العربي باعتبر أن المرحلة القادمة خلال أسبوع القادمة ربما أسبوع القادم يوم الجمعة القادمة في الرياضي اجتماع الوزاق الخالجية الخالجيين والعرب مصر والأردن والعراق بأيضا بعد العدد يكون هناك نشاط عربي على مستوى القادمة وزعماء كل هذا يصبح في خالد أنه هناك أفو جديد ومطورات بلغة الأهمية خلال الأيام والأسابيع القادمة في الإقليم العربي وحتى على مستوى الإقليم في الشق الأوسط طيب فيما يتعلق بالشق الأمني أو البعض الأمني في هذه العلاقة ربما العلاقة أو وجات النظر تبدو متطابقة بين القاهرة أبوظبي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومجابهة الفكرة المتطرف كيف أسمت هذه العلاقة هذه المقاربة المصرية الإماراتية في مكافحة الجماعات الإرهابية في المنطقة بعد سنوات ربما من وجودها على الأرض إما فكريا في وسائل التواصل الاجتماعي وحتى على الأرض في بعض من مناطق الدول العربية من حفظ تطالع أن الإمارات الموقف الإمارات والموقف المصري منذ عام 2011 مرورا حتى هذه اللحظة يتمتع بجسيم الخصوصية فيما يتعلق من فتحة الإرهاب لا تنسى أن معاناة مصر في الفترة الأخيرة قبل أن تنجح ببسالة وقوة في سيطرة على هذه المجاميع الإرهابية وتنجح في فرض السيارة الأمن للسيارة في مصر كانت الإمارات أيضا تشكل غطاء أو حاضرة داعمة لمصر وضرت تحذر من خطر جماعات الإرهابية وتطورات بكبال هذه الجماعات المحسوبة على الإخوان الإرهابية وغيرها من التنظيمات في المنطقة وفي الإمارات خارت حربا مع دول خليب ومع مصر من تطاعة الإرهاب عبر التحالف العربي والتحالف الدولي في السبنوات الأخيرة وبالتالي هناك درجة كبيرة من التماسل في وجهات النظر وتكتلات على مستوى القياد والمستوى أيضا وسط الدولة في البلدين بأن هناك رغبة كانت ملحة ومشتركة لضرورة أن يكون لك وجابهت حرب طويلة زاخرة لكثير من تضحيات نحو مقافحة الإرهاب وأعتقد الجانبان رسم خروط جد فاصلة على مستوى العلاقات السنائية بين البلدين وحتى على مستوى الدول الإقليم في مطقة الشهر العصب وخاصة في الإقليم العربي هذا الأمر انسحب على كثير من مطقة الإقليم العربي وجدنا الحضور المصري الإماراتي في الأزمة الليبية في الأزمة في اليمن في الأزمة في سوريا من خلال جهود تنسيق الجهود مع المجتمع الدول مع دول الإقليم باعتبار أن البلدان شكل رأس حرب في مقافحة الإرهاب ونجح بالفعل في مجابات كثير تحديات وأخيرها التحدي المصري واللي الحمد لسه تستعدي مصري في الأساميع القادمة لاحتفال في سيناء بتطهيرها بالكامل من كافة بؤر الإرهاب على المستوى السناء البلدان لديهم درجة استراتيجية في متعلق بالتعاطم مع مقافحة الإرهاب حتى فيما يتعلق بالإرهاب الأكتروني وغيرها من أزيل وسائل التي لعبت دورا سيئا في توفير الغطاء والحاضر لبعض الجامعات الإرهابية بالأوانة الأخيرة تم تعديل وجهات أليات التعاطم كما المصري والإمارات عبر التعاون المشترك وتم بالفعل ضحر كثير من أزيل التنظيمات وجزير أيضا وتديد الخلاق على أزيل كتائب الإرهابية بالإضافة لأن هناك عامل رئيسي البلدان هما الأكثر في العالم العربي في شكل أوسط اللازم مجرية مناورات عسكرية مشتركة وأمنية على كافة المستويات وستفع سنوات الماضية باعتمار أن الجيشين المصر والإماراتي عكر سلسلة طويلة من المناورات لعبت دورا كبيرا في ستح الأفق نحوها الجهوزية الكاملة للتعاطم مع كل معطات الإرهاب والإقليم في منطقة الأخيرة واعتقد الدعم الإماراتي كان وليا الحم لديه كثير من الخصوصية في توفير تحققات الدعم على المستوى الإقليم والدولة لمصر بعد نجاح ثورة ثلاثة ستة 2013 الذي غير المعادلة نحو التوصل إلى فيغ التوافق لعودة الأمن والاستقرار والبلد الإمارات وأبو الزبي وقياداتها لديها مواقف مشاركة في مصر ورحمة في مصر مقدر هذا الدور بشكل كبير من الإيجابية والإشادة باعتبار أنهم لعبوا ثورة كبيرة مع إخوة السعودية بتغيير المشهر بصالح الحكومة والدولة المصرية والشعب طيب وسأشرف واحد من بين أهم القضايا الاقتصادية أستاذ أشرف إذن واحد عفوا واحد من بين أهم الموضوعات أو أكثرها وضوحا ربما بين القاهرة وأبو الزبي ما يتعلق بالقطاع الاقتصادي والمحور الاقتصادي بينهم هناك عشرات المليارات ربما بعض الأرقام تقدر هذه الاستثمارات الإماراتية بسوعة عشر مليار دولار بين القاهرة وأبو الزبي ورحنا نتحدث أستاذ أشرف نرى على الهواء مباشرة هذه الصورة من مطار القاهرة الدولي لطائرة الرئاسة الإماراتية التي تصل في هذه الأثناء إلى مطار القاهرة وتعلن إذن وصول الشيخ محمد بن زايد الانهيان إلى مطار القاهرة الدولي وبعد قليل ربما سوف يكون أيضا في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إذن ببدء هذه الزيارة الإماراتية لممهورية مصر العربية إذن هذه هي طائرة الرئاسة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد الانهيان حاضرا هنا في مطار القاهرة الدولي ومن المتوقع أن يكون في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة رسمية للرئيس الإماراتي إلى القاهرة أشرف كنت أتحدث معك فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الكثير من الاستثمارات الإماراتية موجودة هنا في مصر وأيضا الشركات الإماراتية بعض الأرقام تقدر عدد الشركات الإماراتية بألف وثلاثمائة شركة إماراتية تعمل في مصر برؤوس أموال تصل إلى ما يتجاوز سبعة عشر مليار دولار التبادل التجاري يزداد سنة أو عاما بعد آخر بين الدولتين ما هي الاستراتيجية الاقتصادية بين الدولتين فيما يتعلق بإما بالتبادل التجاري أو حتى بالاستثمارات المشتركة كل تأكيد كان هناك منذ اللحظة الأولى بعد نجاح ثورة 2013 درجة كبيرة ما طلر إسعى تمتاح السيس في عام 2014 من قرية الأمور في مصر ونجح كل تأكيد عودة مصر إلى السطر العربي وإلى الحاضنة وعودة طور المصري بكثير من المزاخة والحيوية والمشاط في المجالات أو في المجال والمحيط العربي وحتى على المستوى الإفليمي وحتى وصلنا إلى هذه المكانة الآن ولا نحنة عن الضوائع الدولي كان هناك مغبة وأيضا تخطيط وستراتيجية من قبل إسعى تأكيدها السيس في الانفتاح مع دولة الإمارات والأشقاط والسليل نجحت مصر بكثير من الحرافية الاحترافية في توفير عنصر أولاد ما يسمى المصار التنموي الشهال مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومن هنا انطلقت معلقات المصرية الإماراتية نحو أفق أرحب في توفير مزوز كثيرا البنك الدولي تحتل الإمارات المرتبة الأولى في حجم السنوات الأخيرة وده حصوص كبيرة من فرص النجاح ومشبعات التنموية في كافة المجالات وأبرزها ونجاحها أيضا فيما يتعلق به أطاعات في المجال المطل البحر والمواني وأيضا اسمح لي يا أستاذ أشرف شكرا جزيلك أستاذ أشرف العشري مدير تحريج جالت الأهرام